قلق أممي من أحداث العنف الأخيرة وأمل تركي بحل سياسي فالمبعث الأممي مارتين جريفث أعرب عن قلقه الشديد من تصاعد أعمال العنف في عدن ولم يفصح جريفث عن أي خطط لتفادي حالة الفوضى الرهنة مكتفيا بدعوته المعتادة لجميع الأطراف ببذل المزيد من الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية الرؤية التركية تلاقت مع المبعث الأممي في نقطة دعم الحل السياسي حيث أكدت تركيا دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سلمي يدعم الاستقرار ودانت وزارة الخارجية التركية في بيان لها الهجومين الذين استهدف مدينة عدن كانت عدن قد شهدت الخميس الماضي هجومين منفصلين استهدف أحدهما معسكر الجلاه التابع للحزام الأمني المدعوم من الإمارات واستهدف الآخر مركزا لشرطة ذهب ضحيتهما تسعة وأربعون قتيلا والعديد من الجرحة وفق إحصائية أخيرة لوزارة الداخلية إعلان ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن حادثة معسكر الجلاه خلق حالة من الغموض كونه تزامن مع لقاءات ثنائية بين طهران وأبوظبي وهو ما فسره البعض بتخلي الأخيرة عن حلفائها بينما فضل آخرون الحديث عن انتهاز الحوثي الفرصة لاستعراض قوته في الجنوب لكن تزامن الاعتداء على مركز الشرطة مع الهجوم على معسكر الجلاه جعل الحكومة والسعودية تتهمان إيران بالوقوف خلف الهجومين بهدف قطع الطريق أمام أي فرص للسلام في اليمن ترجمة نانسي قنقر